قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير الحديث صحيح عند الإمام مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم سلاسة لا ترى أعينهم النار عين حرصت في سبيل الله وعين بكت من خشية الله وعين كفت عن محارم الله الحديث رواه الإمام الطبرني وحسنه الإمام الألبني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاء الحديث صحيح عند الإمام البخاري